بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المثل العمي ضربني وبكى وراح واشتكى نتحدث في هذا الفيديو عن صناعة واحتكار السردية في الغرب كيف يحيكون الكذب وكيف يقومون بلي الحقائق ليصوروها بأشكال أخرى لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية العدوان الإسرائيل المستمر على قطاع غزة هدم الغطاء عن كثير من الأوهام التي كان يتم الترويج لها والأصنام التي كانت تعبد حول العالم حول النظام الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وأجندة الحريات والديمقراطية وإن كان البعض يعتقد أن ذلك ليس بجديد إلا أن حجم الانكشاف هذه المرة غير مسبوق كما يأتي في ظروف مختلفة للغاية أبرزها التراجع المهول للغرب ولسيما الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي واستكمال انهيار الأسس التي قام عليها النظام الدولي الذي أوجدته الدول الغربية بشكل أساسي بعد الحرب العالمية إحدى القضايا المهمة في هذا الصراع اليوم هي التغطية الإعلامية الغربية للعدوان الإسرائيلي على غزة وسائل الإعلام الغربية لم تتبن فقط الرواية الإسرائيلية خاصة الرواية الرسمية على اعتبار أن الإسرائيليين مختلفين أيضا فيما بينهم وإنما قامت بصناعتها واحتكار السردية وتسويقها بما يرتقي إلى المشاركة المباشرة في العدوان على الفلسطينيين وسائل الإعلام الغربية تقوم بصناعة واحتكار السردية عبر تكتيكات مختلفة من بينها على سبيل المثال التقارير الانتقائية حيث تقرر أن تغطي بعض الأحداث أو التطورات المختارة بعناية مع تجاهل تام لأحداث وتطورات أخرى أكثر أهمية تتم في نفس السياق وفي نفس التوقيت وذلك لتشكيل رأي عام عن طريق التحكم في تدفق المعلومات والزاوية المراد لها أن تترسخ في الإدراك العام من خلال هذه التغطية بما يتوافق مع أجندة ومصالح هذه المؤسسات التي عادة ما يتم دعمها من قبل حيتان المال لدى اللوبيات العالمية كما تلعب تقنيات التقطير العام كذلك دورا أساسيا في صناعة السردية حيث يتم تقطير الأحداث بشكل مغاير للحقائق تماما أو بشكل يظهر ازدواجية لا لبس فيها لكن هذه الازدواجية لا تظهر لمن هم منغميسون في تلقي رسائل موحدة من هذا التقطير فالأبيض عندما يمارس الإرهاب ويرتكب الجرائم بحق المدنيين يظهر على صفحات الجرائد وعلى وسائل الإعلام بأنه شخص تعرض لصدمة عطفية أو يتم تصويره على أنه أب حنون سلك طريقا خاطئا أو أنه شخص يعاني من اضطرب نفسي أو عقلي ليتم إعفاؤه من تحمل تبعات جريمته بينما يظهر زسحن السمراء كإرهابي حتى وإن ارتكب عملا لا يصنف ضمن هذه الخانة أو حتى لم يرتكبه على الإطلاق وما ينطبق على الأشخاص ينطبق إلى حد كبير على الدول وإن كان بشكل مختلف فالحروب التي تسعرها الدول الغربية هي حروب للدفاع عن النفس ونشر الدموقراطية وحقوق الإنسان هكذا يصورون ثم يأتي دور الخبراء في إطفاء الشرعية على التغطية الانتقائية والتأطير الذي تم حيث يتم اختيار مجموعة محددة من هؤلاء بعناية وغالبا ما يقتصر دورهم على إطفاء الشرعية على السردية وتضخيم صداها وغالبا ما يتم ذلك من خلال استبعاد الأصوات التي تتحدى هذه السردية أو تقدم تصورا مختلفا إلا في حدود خدمة شرعية السردية القائمة من خلال إطفاء تنوع شكلي على المضمون ويتبع هؤلاء ما يعرف باسم غرف الصدا حيث تقوم وسائل الإعلام ببث وتسويق للرواية المصنوعة بعناية عبر عدد من المنصات الأخرى التابعة لها أو المقربة منها مما يعطي الانطباع بأن الرواية هي مجرد وقائع تعكس الحقيقة وأن هناك اتفاقا على هذه الحقيقة مما يسهل فيما بعد تسيد هذه الرواية للمشهد العام وتردادها ليس من قبل وسائل الإعلام الأخرى فحسب بل من قبل المستهدفين بها وهذا هو الأهم يعني بمعنى اكذب واكذب حتى تصدق أنك صادق هكذا يفعل هؤلاء لأنهم يكذبون ويتحرون الكذب وفي المرحلة الأخيرة من التكتيكات المتبعة لصناعة وتسويق السردية يأتي عنصر التكرار لكل ما سبق التكرار يعمل على ترسيخ التصور الخاطئ في ذهن المتلقي وكما يقول المثل ما تكرر تقرر أي أصبح حقيقة التكرار يعمل على ترسيخ التصور الخاطئ في ذهن المتلقي كأنه حقيقة خاصة عندما يتم احتكار عملية تصنيع وتسويق السردية ومنع الآخرين بحجج مختلفة ويتم تطبيق نفس هذا التكتيك وتعزيزه حتى في وسائل التواصل الاجتماعية من خلال خوارزميات وبرمجيات تحدد بشكل مسبق ما يسمح للمتلقي بالاطلاع عليه وما يجب عليه مشاهدته أو قراءته فيما يتم حذف المحتوى غير المرغوب فيه أو الذي قد يؤثر على الصورة المراد ترويجها وتتطلب هذه العملية بطبيعة الحال السيطرة على مصادر المعلومات والتحكم بها وبتسويقها كما تتطلب تجاهل الحيثيات والتفاصيل والسياق وأي شيء من شأنه أن يشير إلى الصورة الحقيقية ويؤدي هذا النمط من العمل الإعلامي من صناعة واحتكار التصور والترويج له إلى إشغال الطرف الرافض للرسالة المرد إيصالها في الرد على هذه السردية المصطنعة والتفاصيل التي يتم إغراق المتلقين بها وبالتالي الترويج لها من جديد بطريقة غير مباشرة والعزوف عن تسليط الضوء على الحقيقة لهذا النوع من تشويه الحقائق والوقائع تكلفة بطبيعة الحال إذ لا يمكن الاستمرار فيه دون توقع ردات فعل أو انعكاسات على مستوى وسائل الإعلام نفسها وعلى ما يسمى بالمصداقية والأجندة والأهداف ومن يقف خلف كل هؤلاء في إدارة المشهد الإعلامي كما يؤدي هذا النوع من احتكار الصردية وتسويقها إلى تغذية الصراعات والتوترات والحروب من خلال إعفاء الطرف المعتدي من تحمل أي تبعات أو التزامات هل سيكون الإعلام الغربي بمنأة عن دفع فاتورة دوره في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين أترك لكم الإجابة لأننا في عالم كما نعلم عالم يكيل بعدة مكاييل عالم ظالم عالم بني على أن القوي يأكل الضعيف عالم قد بني على ما يسمى بشريعة الغاب هذا هو العالم الذي نعيش فيه وما أحوجنا نحن المسلمين بشكل خاص والعالم بشكل عام إلى نظام جديد يقر العدل ويرفض الظلم متابعين الأعزاء في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر